اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سورة الفاتحة قرأت نرغن الحمد قرأنا الحمد قرأنا الركن الثالث قرأت الفاتحة الركن الأول القيام مع القدرة الركن الثاني تكبيرة الإحرام نان قرأت سورة الفاتحة نينكود الركن أساس الحمد نيقرير ديبا ركعتي باطلة آكلان تماما اللاني جان کدى النبي صلى الله عليه وسلم يخون لنقاء بنها حديث النبي رأة نوغين لانو ما نصلو كما رأيتمون وصلين نخونا خليد نانفتاقونو نقو نقونا وهابس ليس قمن نانيخي يخونك ونبي صلى الله عليه وسلم لا سلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سلاة اللاني، سلاة شغلاني الحمد قرأت ركعتي الحمد والنقرر رزيبا باطلة مجموعة أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد للميلاد ولا ميولد لن يكون له كفون أحد يطوالز الزلزن نركع تنيني باطل لقيمك النبي صلى الله عليه وسلم جاربه رأيكم السلام ونتسيلي طيب وليق النبي صلى الله عليه وسلم يخلى سلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم من صلى سلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تاما سواء كانت فريضة أو نافلة عام وهذا في حق الإمام والمنفرد أما في حق المأموم فهي واجبة في حقه تسقط مع الصهو والجهل وإذا سبقه الإمام فجاء والإمام راكع فاتته القراءة تسقط عنه على الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدرك أبو بكر ركوعه مع الإمام لم يأمره بقضاء الركعة أو الركعة فالمأموم في حقه واجبة تسقط بالجهل والنسيان وبفواتي القيام إذا فات القيام مع الإمام أدرك الركوع وأدرك الركوع أجزاء ذلك أما إن أمكنه يقرأ لقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا سلاة لمن لم يقرأ بها مع العموم وقراءة الفاتحة مثل ما تقدم ركن فيبدأها بالتعوذ وقبل التعوذ الاستفتاح إذا كبر تكبيرة الإحرام يستفتح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا استفتاح مختصر ومن أصح في الأحاديث جاء من عدة الطرق عن عائشة رضي الله عنها وعن أبسعيد وعن عمر وعن قيرهم وهو أخصرها وكله توحيد كله خالص سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك نين دعاء الاستفتاح ما أنا نحوون تكبيرة إحرام دنبي مباشرة دعاء استفتاح سنين الفاتحة الفرنوب الفاتحة ركنق ندعني سيقيخ ركنقزك رساللان نيسانك اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغربي اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد كان يستطع بهذا أيضا صلى الله عليه وسلم في الفريدة كما رواه الشيخان من حديث أبا هريرة لكن هذا الاستفتاح مختصر يعني يسهل على العامة وغيرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك أزمك وتعالى جدك ولا إله غيرك تسهيل متانقن ومعنا سبحانك مانا قابنهون ديبا نركن سيخر رات الفاتحة روح النبي صلى الله عليه وسلم يعني بوضوح يكون ننقوخ إننا الحمدوانيقريري ديبو أو الحمدوانيقريري ديبا ركعت باطل ودانيسانك ندعاء استفتاح بنسنول لقن أخصي وننقن قابن يخون ديبو نين الحمدو تكبيرات الحرام دنبن بحبون واجب أخلاعان ركن أخلاعاني الحمدوانيقريري ديبا تسجيل الدكاغولي ما أهمية نرخ يعني نان وضحوك إن شاء الله نان انسالات الحمدوانيقريري جبا آآ خطر جدا نين نان قابن ديبو القناخ وان الركن الثالث جن نهبنا نهبنا ان شاء الله الركن الرابع تلقى يناسك هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن وعلاه جزاكم الله خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة